يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ويا صباح الخير ويا صباح التفاؤل لأحلى بنات بالدنيا كيفكن حبابي طمنوني عنكم إن شاء الله تكونوا بألف خير بدي رحب كل صبية جديدة انضمت لقناتي أهلا وسهلا فيكم نورتوا القناة بتمنى تشتركوا بالقناة إذا حبيتوا فيديوهاتي وكما تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل مشان توصلكم كل الفيديوهات أول بأول هلا خلينا نصلي على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وأجمعين اليوم من فقط مشتهي الأندومي بشكل هلا أنا بناتها الأكل كتير بحبها كتير بعشقة بعرف إنه هي مي مفيدة وممنيحة بس يعني من وقت للتاني طيبة صراحة ما بقدر أستغني عنها نهائيا بس صراحة ما بعملها قدام ابني يعني ما بريده ياكل هيك أشياء يعني ملم فائدة فدائما بعملها إنه وقت هو ما بكون موجود أو نايم أو هيك بس اليوم فقط يعني كتير كتير مشتهيت أو هيك هو فطرته الصبح أول ما فقط مشتهيت أفطر يعني قلت خلص بدي ساوية إنه بعد شوي يعني أنا دائما أول ما فيه ما بحب آكل فهو كان فطران بس ما حسبت حسابه يعني حسبت حسابه هاي الكمية ما كلا إلي بس قلت بدي شوف يعني ما حطت اللي وصح بدي شوفه يعني رح يلاحظ رح يجي مية بالمية يعني كنت متأكدة إنه بدو يجي ياكل معي سبحان الله كل الولاد بتحسوا بحبوها الكبار والصغار الله فيه كبار ما بحبوها بس يعني أغلبية العالم بتحبها الأكلة مع أنه ما فيها أي فائدة بس ما بعرف يعني بحسها أهشأ لا ينتهي عفكرة أنا بيحملي بحمودة ما أحطى بيتمي الصراحة من إنسان بتعشقه لشخص صار يكره هالأكلة بعد ما دخلت بشهور الحملة الأخيرة يعني هون بلشت الوحام يروح ورجعت الله بس يعني كنت خفف منه قدر الإمكان يعني مشان أنه بتعرفوا ما لها مفيدة اليوم ما حكيت لكم اليوم شو بدي أعمل اليوم بدي رتب غرفة القاعدة وهيك نظفها يعني هو مو تنظيف تنظيف يعني هاي الحوصلة النظيفة يعني أساساً الغرفة نظيفك وشفتوا هداك نهارا عملتها معكم بس قلت بدي أمسحها بالمعطر هذا الورجيتكن يا ريحته بتشل موجود بالريفة فقلت بمسحها بس بالمعطر مشان ريحتها يعني تكون هيك معطر وجبت سداجة جديدة أو سجادة مشان فيه منكم جوز ما يفهم يعني إنه شو سداجة المهم جبت واحدة جديدة لغرفة القاعدة شفتوا أنا ما جبت وقت اللي اشتريت الصالون بس قلت هلا بما إنه صار شتويه هيك لازم من كل بتجيب واحدة إنه تصبط على الصالون وهيك إنه مني حلشته وقلت لكم كمان بدي أعمل ديكور خفيف هيك الخريف كمان رح أعمله اليوم معكم بس قلت قبل كلها خليني إنه أعمل للغرفة هيك تنظيفة وكنسة ومستحة ومد البيت سبحان الله كل ياتنا نحن البنات بشكل عام منحب أبن ما نمد البيت إنه عن جدة ننظف هيك إنشان إنه نمده على نظافة يعني أنا كنت يعني ما بديت البيت كله قلت لمد الصالون يعني لوصلتني للسداجة ولوصلتني لهيك وللقيتها وقلت خلاص يا ما بدي يمد شيء وبعدين أترك شيء خليني ينظف كل شيء وبعدها بمد على نظافة إيه والله هيك يعني سبحان الله ما بعرف إذا الشيء غلط ولا صح بس بحس إنه صح نوعا ما لي لأنه واحد دي يمد البيت لازم يكون نظيف أول شيء ولازم يعني يمد كل شيء مع بعضه مو نهار المطبخ ونهار هذا مشان هيك يتوسخ مع بعضه إيه والله حكولي أنتوا كمان مديتوا البيت ولا لسه جهستوا أموركم هيئتوا حال كلها الشتوية صراحة نحن يعني دخلنا بالخريف وكذا بتحسوا يعني عن جد الجو من سنة إلى سنة عم يختلف يعني بتحسوا نهار فيه برد نهار فيه شمس بس نوعا ما يعني برد يعني ما بقى أنه هيك دفع صار برد بس هيك بتحسوا هيك شوي غريب الجو مو مثل كل سنة ما بعرف أنتوا ملاحظين هذا الشي أبتلوا قلتلوا لمحمودة داك نهار عم قلوا والله الدنيا عم تخلص وانا شوفوا لعبة حمودة أنا عم لاقي لعب تحتها مع أني كل يوم بكنس تحتها بس يعني تردستي مع بطالة ألعاب المهم أش كنت بدي أقول قلتلوا والله الدنيا كني عم تخلص الجو ما في شي ما عم يتغير حتى الجو يعني تغير علينا عن جد كل شي كل شي عم يتغير بدي أقول لكم كمان بدي أحكي عن شغلة أنه في كزا صبية هداك الفيديو عم يقلولي لات تعملي أعلانات لالوريال عم يقلولي أنه اللوريال مقاطع وهيك بنا تشوفوا بدي أحكي هاي الشغلة أول شي أنا ما عم أعمل أعلانات هاي شغلة ثاني شي لما رحت لما رحت يعني صور لكم كنت رح أخذ من عندهم كم شغلة فأنا بوقتها ما كنت بعرف أنه لوريال مقاطعة عن جد يعني أول شغلات شفتوا من المقاطعين إن الشغلات هيك المحلات بس الماركات تبعات القصص والعناية وهيك عن جد ما كنت بعرف فهذا الفيديو كان مصور إنه قبل ما أعرف عرفته بس حبيت نوى هاي الشغلة وبالنهاية يعني أنا مثلاً نقول إنه أنا صورت لهاي الماركة المقاطعة أنتو بتعرفوا إنه هي مقاطعة فخلاص يعني تلقائياً يعني أنتو بتعرفوا إنه ما لازم تشتروا أو فيكن ما تشتروا أو فيكن تقاطع عرفته وهوني مثل ما كون شايفين جبت هدولة اللي وجهة المخادات اللي فرجيتكن ياهن مو بالفيديو الماضي ممكن بالفيديو القبلو يا الله بنات قديش لونن عجبني حسيت لونن بيشل هيك مع البيج يعني كان اختيار موفق حسيت انتو شو رأيكم هلا شوفوا لسه ما حطيتهم وحسيت لونن بيأخذ العقل ما شاء الله ما ندمت أبداً وقت اللي جبتهم وعفكرة فيكن أنتو تعملوا ديكور خريف يعني بأقل التكاليف يعني أنا حاولت أعمل ديكور خريفي بسيط بأقل التكاليف كيف جبت قلت لكن مخدتين هدولة جبت غصنين خريف وجبت هيك شمعة وجبت يعني شغلات كتير بسيطة ما كلفتني أكتر من 25 يورو يمكن عن جد تخيلوا يعني ففينا عن جد نعمل ديكورات بأقل التكاليف بس هو لازم أنه نعرف شو نحن شو لازم نشتري شو الشغلات اللي لازم نشتريها ومنين لازم نشتريها هون شوفوا هاي الحرام هذا اللي هيكي صير صوفا ديكي اسموه وهيكي يعني الحرام الصوفا كتير كتير حاببته من فترة وفترة طويلة يعني وقلت خلاص بس غير الكنباي بدي جيبه لأنه هيكي ناعم وبيشل فوقتها يعني جبته وحطيته بالغزانة وقلت خلاص بس أعمل هيك ديكور رح طالع وحطه هذا جايبته الحرام من شيء فيه منه كمان بالتيمو فيه منه بالامازون هون كمان شايفين هاي الصينية مرة صورت لكم ياه بالفولفورز جبتها لأنه كانت آخر قطعة وعن جد منيح لحقت حالي قلت رح تطلع كتير حلوة على الطاولة هيك رح خليون هيك دائما على الطاولة وجبت هاي لك الريحة وجبت شماعيك على شكل يقطين إنه مناسب للخريف هيك شغلات كتير بسيطة عن جد بتحسسكن أنه أنتوا عملتوا أجواء خريفية بنفس الوقت ما عجقتوا كتير وكتير يعني ما تكلفتوا حتى هون بقى وصلنا للمراحل الأخيرة طبعا هاي المرحلة الأخيرة لسه في كتير شغلات بس إنه هاي يعني تقريبا من المراحل الأخيرة هي مد السجادة أفكرة كتير حبيتها وعجبني لونه عجبني هيك النقشة تبعيتها أنا كان بديها هيك بهذا اللون بيج وهيك فيها شوية تبني حتى فيها لمعة كتير حلوة بس ما بتبين يعني على ضو الشمس شين هار رح صور لكم ياه على ضو العادي فبتلقوا هيك كلها هيك عم تغلي فيها لمعة بس الشي الوحيد اللي حسيته إنه هي شوية رقيقة يعني ملها السميكة كتير بس بنفس الوقت يعني كتير مناسبة أنا صيطة كبيرة يعني على هيك على قد الغرفة تقريبا مو كامل يعني هيك الشي هاي المساحة الواحد بيقدر يمشي فيها إنه مشان البيت يكون دافي ومشان حمودة يعني هون هي الفازة اللي عندي من قبل بتعرفوها وصيت على هدول الغصنية اللي قلت لكم عليه هون ملقيت هيك شي أبدا بالسوق فلما شفتم بالشي انداري وصيت عليه هون كتير رخاص سعر القطع يمكن يورو ونص فقط يعني ثلاثة ونص سعرهم كلهم يعني أنا وصيت قطعتين بس كتير حبيتهم يعني حسيت عطوا جو كتير حلو مع المخدات ما بعرف في شغلات كتير رح تقلولي عن رأيكم فيها يعني بس بشكل عام بدي تكتبولي رأيكم لأنه كتير متحمسة يعني لاتقلولي رأيكم تحت بالتعليقات قلت لكم ما حبيت أني أعمل هيك يعني عجق وساوي ألف قصة وهيك خلاص بس إنه يعني لمسية بسيطة حتى حتى تقلت لكم على الشاشة هيك خريف مشان إنه الغرفة كلها تصير خريفية وهيك بتلاحظوا كمان الشغلات الرائقة دايما هيك بتخفف شنون بدي لكم ما بتطعب النظر يعني هيك مريحة للنظر اشتركوا في القناة هون بعد ما خلصت الغرفة وكل شي فيها تمام طلعت لبرة كمانة سويت لأراضي كل هون وخلصت يعني كان معلي شي غير الأراضي وقلت يعني كمان إنه بديت برة مشان إنه هيك خلصت كل شيء وشغلت هاي الشمعة وعم طلع هيك عم قول فيه شي ناقص يعني فيه شي أنا ما عملته شو هو وتذكر وتذكر واللي تذكرت الليد للعساس إنه بدي حطه كمان عالطاولة هذا نسيته خالص يعني بعد ما خلصت كل شيء تذكرته وبسألت لا لا يعني بدي حطه كمان يعني ما رح أنه أتركه لأنه كمان يعني الخصوصة الإضوية واللدات كتير بيعطوه جو دفع بالشتوية وبيعطوه هيك جو كتير حلو يعني وأنا بتعرفوني بحب اللدات كتير والرشموع فلما هيك عم طلع بالغرفة عم قول فيه شي ناقص فيه شي ناقص بالغرفة فيه دغري والله تذكرته يعني جبت هذا الليد هيك اللي صغير إنه وقلت بدي حط واحد هيك صغير بس عالطاولة ويهات الشكل بس إنه ليعطي الجو إنه أحلى وهيك خلصت كل شيء وعطرت البيت كله ودخلت عن مطبخ عملت فنجان قهوة لأدلة الحالي بعد ما إنجزت المهمة وصورت لكم وهيك يعني حسيت هيك عشان بدأ لكم حسيت إني عملت إنجاز عن جد الوحدة بشكل عام ببيتها لما بتخلص شغل ببيتها وبتخلص كل أمورها وهيك بتحسها عن جد بالإنجاز ويمكن هو يعني يشوفه العالم شي كتير في بعض عالم يعني يقولوا شو هالإنجاز هذا يعني بس لأ أنا بشوفه كتير شي منيح بالنهاية يعني ما بعرف بس هذا الشي كتير منيح بحسته ليش لأنه دايما الوحدة هيك عم تفكر ببيتها عم تفكر بعيلتها وهيك يعني بحس أحسن ما أروح ألتهي بشغلات ما لطعمي وهون وهون لا بأنجز لبيتي بأنجز لحالي بأنجز لأتعلم شغلات جديدة وهيك يعني ما بعرف حكيات كتير حسيت أنا دايما عمقلكم بالفيديوهات إني عم بحكي كتير بس يعني ما بعرف في بنات بكتبولين ولا بالعكس يعني أحكي وهيك ومنحب حكياتك داخل قلبكن يا رب عن جد بتمنى هيك كتير أنه الفيديو يكون عجبكن وحبيت وهيك النتيجة النهائية ولهون كل صوت معكم لنهاية الفيديو لا تنسوا تحطو لي لايك وتشتركوا بالقناة ومشان هيك تحمس دايما نزلكن فيديوهات أحلى وأحلى بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد بحبكن كتير كتير سلام اشتركوا في القناة